اهلا بكم بخلقة جديدة نعرضه فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصايح وتوقعات وتحتيرات لبرج الدلو الهوائي لشهر ابريل 2021 طبعا لو انتو بتابعوني طرفن برج الدلو من الابراج اللي انا بحبها جدا ومن الابراج المميزة عندي لان هما من الابراج اللي بتعمل نسبة مشاهدة عالية جدا جدا كلا عيدة بليز متنسوش تابعوني على الساشال ميديا على الانستجرام وعال فيسبوك وعال اليوتيوب عايزين نوصل الانستجرام ل 100 الف مشترك وعايزين نوصل الفيسبوك ل 2 مليون فولور ويوتيوب لـ 100 الف طيب برج الدل برج الدل شايف ان شهر ابريل شهر حلو قوي عندكو شهر مليان طاقة مليان نجاحات مليان تحسن في احوالك الصحية يعني عندك اي تعب صحي او عندك اي مشاكل صحية عندك استشفاء عندك شفاء عندك تحسن في حالتك الصحية يعني هتبقى افضل صحيا كمان يا برج الدلو عندك في النطاق العمل فيه تصالحات مع مديرينك مع رؤسائك مع زملائك في العمل عندك تصالحات يعني لو في مشاكل كأنك بتصلح المشاكل دي يمكن الحاجة اللي فيها توطر شوية وحاسة ان انت بحتاج تبذل فيها مجهود الفترة الجاية هو علاقتك العائلية واضح ان عندك توطر او عدم استقرار في علاقاتك العائلية باهلك وقريبك وصحابك فدي يعني فيها شوية هسل او شوية مشاكل محتاج ان انت تشتغل عليها فحاول ان انت تشتغل عليها برج الدلو يعني عائلتك درجة اولة ممكن تكون دائمين نجز على المينك حسين فيه مشاكل كتير فحاسة ان انتم محتاجين ان انتم تبذلوا مجهود اكتر في علاقاتك العاطفية طيب كمان يا برج الدلو شايفة عندك ترقية او مكافأة في العمل بسبب نجاحيتك او بسبب تفوقك على نفسك او بسبب ان انت بتبدع في شغلك فجايلك ترقية which is good يعني حاجة حلوة عندكو ترقية عندكو ناس بتقداركو عندكو حالة تقدير يعني ممكن تلاقي مديرينك او المسؤولين عنك بيقدروك او مبسوطين منك من مجهوداتك او من الافورتس اللي انت بتعملها حاولوا تستثمروا يا شهر ابريل يا برج الدلو في اقصى درجة لانشافيها شهر حلو ليكو شهر فيه حظ فيه نشاطات فيه تفوق فيه نجاحات فيه استثمارات كويستة وهقولك على مفاجآت حلوة جدا 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 طيب عندك اصرار كتير جدا هتكتشفها يا برج الدلو في حياتك اصرار ومسا كنت بفكر فيها كانت شغلة تفكيرك لأ هتلاقي اجابات كتير جدا لأسئلك بتدور في دماغك ومكنتش لاقي اجابتها يعني مثلا ممكن تكتشف معجب سرريك او تكتشف حاجات كانت بتدور في دماغك بتاخد مهنك مجهود ووقت كتير جدا جدا هتكتشف كل اجاباتها يعني الفترة الجاية كمان يا برج الدلو شايف عندكو طاقة تغيير يعني شايف عندكو بداية جديدة بداية جديدة اعتقد بداية جديدة في الحب قبل ما متدي في موضوع الحب فيه تحذير عيسة حظارهوف وخدوا بالك من اي حاجة ليه علاقة بالصفر لو انت مسافر يعني مش شايفة ده لازم تاخد بالك من طريق بتاعك تاخد بالك من وقتك تاخد بالك ما تنساش حاجة ما تأخرش عن معادة الطيارة ما تأخرش يعني خلي بالكو تحذيرش قوي شوية في موضوع الصفر ممكن في شخص يرجع لك من الواضي الشخص ده هيرجع يعني تزلك او هيرجع زعلام تدايق حاسس وتقنيب ضمير من ناحيتك ما بنصحكش ان انت ترجع لشخص ده لانشخص ده ممكن يكون بيمثل قدامك او يعني مش شايفة خير كويس مع الشخص ده لا يعني ركز في الاسحص الدخلة جديد في حياتك مش شخص انت كنتم مرتبط بيه ورجعتله تاني يعني انا مش بشجع على شخص انت كنتم مرتبط بيه ورجعتله تاني طيب كمان يا برج الدلو خلي بالكو من خلي بالكو من التصرع يعني بلاش تصرع بلاش اندفاع في اي حاجة جديدة في علاقات عاطفية شغلكو بلاش اندفاع انت الشهر ده ممكن يكون عندك مندفع متسرع مستعجل حاول يعني تمنجل حتة دي وان انت تقويل حتة دي بحيس ان انت تقلل تصرعك تقلل اندفاعك تقلل يعني بقى فيه هدوء كده شوية و ايه ورزانة يعني طيب انا شايفك بتعمل خطة جديدة في حياتك يا برج الدلو خاصة حياتك العاطفية انك زي ما قلت عندك بداية جديدة والمفاجئة الحبال اللي كنت قلتك عليك اول فيديو ان انت عندك ارتباط عاطفي بشخص جديد الشخص ده برجه برج مائي او برج ترابي هقولوك على الابراج يعني الابراج هي برج العزراء برج الجوزاء برج الدلو زيك كمان برج الحوت برج السرطان برج العقرب الشخص ده انت في الاول هيبقى فيه اعجاب عادي الاعجاب ده هتحول لحب الشخص ده هياخدك البداية جديدة هيختفك من العالم هتحس ان هو بيجذبك جدا جدا انت مبسوط معاني انت فرحان معايا حاسس كأن الشخص ده هيختفك من الماضي من الشخص يعني انا شايفة ان برج الدلو كان فيه عندك حبيب من الماضي الحبيب ده كان مساطر عليك مش قادر تنسيه مش قادر تشيله من دماغك مش قادر تبعد عنه لا فيه شخص هيختفك كأنك انت هتقول يا انا ازاي كنت فاكر ان الحياة واقفة على الشخص الماضي ده لان الشخص ده هيبقى فيه حاجات كثيرة قوي انت بتحبها فيه حاجات كثيرة قوي انت نفسك فيها الشخص ده هيعرف ازاي يحسسك بالحب الحقيقي يحسسك بالحب الحقيقي يعني هيحسسك كأنك انت ما كنتش عايش قصة حب معانا جدك وتبكي عليها فهو هينسيك الماضي هينسيك ذكريات الماضي شايفات كمان يا برج الدلو كأنك انت فيه ناس ظلموك أو فيه ناس يعني اخدوا حقك لا هتسترجع حقك وهتاخد حقك من اي حد ظلمك طيب ايه بقى صفات الشخص الجديد اللي داخل حياتك عشان لو انت لسه معرفتهوش تعرفه هو شخص رومانسي جدا عاطفي بيحب بيحب ياخد وقته عشان يقرر بطيء في اتخاذ قراراته شخص عائل راضين عنك يعني انت مجنونه اكتر منه يا حسان هو الجانب الاعقل في العلاقة هو الجانب المستقر عاطفين في العلاقة طيب برج الدلو كمان شايفة عندوك الفترة الجاية دي زي ما قلت انا شايفة فيه ناجحات في العمل تفوق تقدير ناس هتأبرشيتو ناس هتقدم لك هدايا ناس هتقدم لك زي جوايز شهادات تقدير وفي النطاق العاطفي هيجيلك شخص من الماضي بس انا شايفة بنصحك ان انت مترجع لوش لان الشخص ده يعني هيبقى فيه ضرر لو رجعت له وجايلك شخص تديد شخص ده هغير حياتك هيشأل بحياتك مع ان انت في البداية مش هتبقى منباهر به يعني انت هتبقى معجب به بعد كده تختفي عنده شوية هتبقى بس الشخص ده يعني كأنه هيبقى هدية القضر لك يا برج الدلو كالعادة بليز متنسوش طبعوني على السوشيال ميديا على انستجرام وعالفيسبوك قلولي تفرجوا عليهم فين انتو برج ايه وقلولي هل فعلا يا برج الدلو يعني انت الفترة دي حاسس ان في حد ممكن يرجعلك من الماضي وانت حاسس ان الشخص ده انت مش هنجاذب له وفيه شخص جديد انت بتفكر تتبقى بيه وقلولي هو برج ايه صحيح طيب لو انت مرتبط يا برج الدلو قرالي شايفه لأني فيه تحسن في علاقتك مع شريك حياتك او ما هي هتعود لمجاريها فيه مصالحات فيه يعني لو علاقتك كان فيها مشاكل بسبب غيرتك وشكك يا برج الدلو شايفه ان الدنيا هتبقى افضل واحسن بكتير جدا جدا شايفه عندك حب شايفه عندك ارتباط بالشخص اللي انت هترتبط به بتهزر معايا هتبقى مصوت معايا جدا جدا اه هو انا شايفه كمان ممكن يكون شخص ده من برج هوائي زيك شايفه فيه طاقة نارية على فكرة برضو حواليك وطاقة هوائية قوية جدا جدا اه ممكن تكون عندك شكوك كتير من الناس حواليك هتبدأ تكتشف ان شكوكك اه في هذير لهذير الاشخاص مش حقيقية وهت يعني الشكل اللي عندك هيروخ عندك مصالحات يعني شهر ده شهر المحاصلة هتفيد ممكن مشاكل وحيدة اللي لازم تاخد بالك منها في مشاكل العائلية فيه شوية مشاكل عائلية حاول تهرأ منها يبور جدا تانكيو بحبوكو جدا جدا اشوفكو في فيديو تاني بيج هارت تانكيو باي باي مع السلامة بليس تعملوا شهر اي حتى عرفون بور جدا وتقولوا صفراء جدا ما فين انتو بورج ايه باي